اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من كل الجوانب انا اكره التخصص بالاعلام الخصيات بالاعلام والانحياز بالاعلام الاعلام هو اسمه اعلام متل عالم لبنان كيف عالم لبنان يرفرف على الاراضي اللبنانية كافة مفروض الاعلام كمان يرفرف متل هالعالم اللبناني اللي عم يرفرف لكن الشي اللي نحنا هون فيه بها البلد انه كله مسيس للأسف وهدا للأسف الشليد صورنا عم نفتقل للاعلام المستقل الموضوع الموضوع طبعا صحيح حتى للاعلام اللي بيتمتع بالمعلام المهنية الاخلاقية كمان عم نفتقد عصر المهنية المفروض من الاعلام ان يكون موحد المفروض من الاعلام ان يعطي الحقيقة دائما يعني ميلونة مهما كانت صعبة اه مهما كانت ميلونة دائما متصب على زيتنار مهما خليك دائما بموقع اعلامي منحاز لا اعلاميتك ما تنحاز لا كي بد يقول لطائفتك او لحزبك او لأي شيء انه تنحازله تبيع اعلاميتك كرمال تترضي زايد وعبايد وفلان ومراحل صحيح لا الاعلام مفروض ان يكون متوحد هذا رأيي ونظري وحكينا بهذا الموضوع بعدة مناسبات وبعدة مواضيع انه الاعلام مفروض ان يكون متوحد يعني تضليل الاعلام هاي دي مش الكبيرة بتدل على الخراب بتدل على حرب بتدل على انفجار وضع بتدل على نكسات بتدل على اشياء كي مش هدنا كتير بالفترة الاخيرة يعني طبعا نعم طبعا في فرق بين الاعلام اللي بيتمتع بالمصدقية والاعلام الدماجوجي اللي بيحرد بيزيد 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 الوضع وضع سوق يعني من سيئ الى اثر سوقا نعم حب اسأل عن شغلة ست زينة وحدتك يمكن ملمة بالموضوع هل ممكن الاعلام يرجع للانون الدولي؟ طبعا بحال صار في اي خرق للمهنة؟ لا هو اذا خرق لا هو الانون الدولي ما في نصر انه اذا هو خرق الانون هو كيف الانون الدولي اجا الانسان اجا قال كيف اذا بيقدر يحمي الصحافة بمناطق النزاعات نزاعات مثلا بالاتفاقية الرابعة بالاتفاقية جينيف عن حماية المدنيين هي بموجب اتفاقية جينيف عام 1949 كان هناك اشكال معينة من الحماية يجوز منحها للصحفيين في مناطق النزاع لكن الجمعية العامة لاحظت عام 1970 ان هناك فئات معينة من الصحفيين يقومون بمهمات خطيرة لا تشملها احكام هذه الاتفاقيات وبناء على طلب الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وافقت لجنة حقوق الانسان عام 1972 على مشروع اتفاقية دولية لحماية الصحفيين والمشاركين في مهمات خطيرة في مناطق النزاع المسلح وتم التعامل مع هذه المسألة في المدة 79 في البروتوكول واحد والتي تنص على ان الصحفيين الذين يقومون بمهمات مهنية محفوفة بالمخاطر سيتم اعتبارهم كمدنيين وسيتم حمايتهم لا يتخذوا اي اجراء يقود مكانتهم كشخص مدني ويحتوي هذا البروتوكول على بطاقة هوية نموذجية صادرة عن حكومة الدولة تعتبر الصحفي من مواطنيها حلو يعني الانون الدولي بيحنى الصحفيين لمناطق النزاع استاذ محمود شو المشكلة الاساسية اللي عم بوجهوها المؤسسات الاعلامية حاليا المشكلة انه ما عندهم هني كي بتقلك غطاء فينا سميه يعني مفروض انه من الدولة اللي لبنانية او اي دولة اللي كانت مش ضرورة باللبنان انه الدولة تحمي الصحافي هذا الاعلامي هذا اعلام قرق خاصة انا عبيتعرض للضرب وللإهانة بالشهر هذا بس يتعرض الصحافي للضرب يعني يصار في انتهاك للقانون الدولي هاي دي اكيد يعني شفنا نحن برياض الصلاح او بالتطورات وبالأتي صميت انه عدة صحفيين زملائنا وحبايبنا اكلوها يعني نضربوا ونهانوا يعني حتى تكسرت كاميراتهم تكسرت سياراتهم طب هيدا الشيء بالقانون الدولي مرفوض ليش ما عندنا بالقانون الدولي اي بس او كمان ليحمي القانون الدولي لازم يبتعد عن الأعمال العدائية طبعا لانه بنمدة ثلاثة من اتفاقيات جينيف بتقول ان حماية اسر الحجم ممكن مثلا يتعرض الصحافي للأسر يوم نعم نعم بتن التشويه التعذيب العقاب البدني يجب ان يعامل معاملة انسانية نعم اه فالموضوع الاعلام بلبنان مفروض يكون عنده حماية من السلطتين التنفيذية والتشريعية وعننا نحن مجلس وطني للأعلام لحامية الاعلام ما هو دور المجلس؟ المجلس محاسب عبد هو محاسبي وهو سلطة اولى فينا نسميه بالأعلام وبيرجع عندك الوكال الوطني نعم دهي طيب على وزارة الاعلام فمفروض من المجلس الوطني للأعلام ان يحمي اعلاميه لانه هو المحاسب بالنزول الاعلامي على الارض فهذا الاعلامي يعني حتى لو بيكون سواء من الدول اللبنانية او من موسكرين الطرقات اللي عم بيسكروا الطرقات كمان هول لازم يعطوا فرصة لهالاعلامي ان يتجه الى عمله يتجه الى صورته عنده صورة بتبينها كمان انه حتى بيقطعوا الطرقات الاعلامي لن يتعرض متل ما تفضلت الاستاذي زانا انه الحماية من القانون الدولي الدولي حتى الاعلام مفروض يكون محمي مفروض يكون محمي لانه ما تفضل انه هي كمان سلطة رابعة السلطة رابعة طبعا يعني كمان يلعب وسائل العلام تلعب دور كبير بتحقي المواطن صح صح لانه الفرد ما بقى قادر يقدر يعيش بمعزل عن محيطه ومجتمعه صح انه صار بده يعرف شو عم بيسير حوالي يعني وكمان بتصار تلعب دور في التقريب بين افراد المجتمع وفي اندماجهم في مجتمعهم وهي تقوم بوظائف عدة ومنها انه كمان حفظ التراث الثقافي ونقله من جيل الى جيل تعزيز المعرفة والثقافة عند افراد المجتمع وهذا يؤدي الى تطور المجتمع اقامة حوار دائم بين الافراد المجتمع من جهة وبين المسؤولين من جهة اخرى وهي تعتبر ادات حيوية لمراقبة السلطة بصفة دائمة ويطلق عليها تطلق بالسلطة الرابعة للدلالة على القوة التي تتمتع بها صح عندك وهي وتقوم بكشف النقاب عن التجاوزات المالية والاجتماعية والتصرفات غير القانونية والله فوقي وتصلت الدوء على الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان صح وتلعب ايضا دورا كبيرا واساسيا في توحية المواطن وتجعله يتخذ الموقف المناسب من هذه الامور وايضا تساهم في خلق رأي عام واعن تجعل من الفرد يتحسس قضايا مجتمعية اللي بدنا نقوله انه كمان تطبيل الاعلام بدنا نركز عليها لانه تطبيل الاعلام كمان هاي دي جريمة بحق الوطن وبحق المواطن اكيد يعني كمان هون عم نمحور الشعب انت هون جبهة تانية يعني من المفروض انه يكون الاعلام مدروس مفروض الاعلام يكون منتبه لكل خطوات اللي عم بيوم فيها صح هو السلطة الرابعة بس انا ما بدي اتسلح بالسلطة الرابعة اكيد انا بدي اتسلح بال السلطة الرابعة كونه هي بتلاحق وبتحاسب الدولة اللي عم تقوم بانتهاء حقوق مواطنيها بلعب دور كبير انه بيحت حقيق المواطني طبعا لأ انه عم نقصده انه احنا دموازال سيد زينا انه عم نقصده انه التضليل الاعلام اليوم انا كاعلامي ما فيي انا حط خبر مش موجود او فبركو او فبركو يعني فبركو لجهات معينة لا انا بدي او بكون اعلامي ذات ثقة يا انه ما بدي انا بفوت بفوت اا سير في من وراها تفاهات او مشاكل او ما هي تفاهات او بل سير فيها مشاكل يا امرأي خبر صغير بيولع الدنيا اكيد انا بكون مفبرك بس الهدف هو اثارة النارات الطائفية والمذهبية والمناطقية خصوصا من اللي عم نشهدها هالايام فاليوم انا ما بدي افضل مش مفروض انا بفضل اذاعي عن اذاعي او او تيفي عن تيفي او جليدي عن جليدي او ما بدي افضل انا بدي اياهم الكل انا بذكر بال94 ان عمل توحيد الاعلام بلبنان اذا بتتذكروها ان عمل توحيد الاعلام بلبنان ممنوع اي ازاعة بتخبر الا عبر وزارة الاعلام نعم تباتي مشوا فيها فترة وبعدين صار كل واحد بتلك كل الاقوانين بيمشوا فيها فترة وبعدين خالص ايه ما هو اول وطيب واخره ايه نصه نصه فهايدي كانت خطة كتير شيدي توحيد الى توحد الاعلام عبر وزارة الاعلام ومشوا فيها واننا انبسطنا عال انو ما بقى فيه مثلا كل واحد بدو يغني علي له يعني هيك صار كل واحد عم بيشتغل عبر وزارة عبر دولة عبر قانون عبر نظام عبر طبعاً بإشراف المجلس الوطني للإعلام بوقتها كان يعني لأنه المجلس الوطني هو المحاسد نعم عرفتي كيف فمن هذا النطاق المجلس فيها فترة هو مثل ما أنا كنت رجع توقفت طيب يعني باختصار الشديد أنا مع الإعلام الحر الحر لمصلحة الشعب لمصلحة البلد والمصلحة العامة أنا يعني الإعلام الحر هو مثل ما تفضلتو أنه لمصلحة المصلحة العامة لأنه اليوم أنا ما بدي قون شوية عم بحضر تيفيش بنقله شوف هادي شو حكيت لا بدي أشوف هادي شو حكيت لا يعني يمكن هاي تكون كذابي يمكن هاي تكون كذابي يمكن ما بدي أنا خمّن هيك ولا لأ سنتينها وهذا بيتطلب أنه أنا أسمع هون وهون 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 وابني رأي أهل أساس حتى يطلع رأي موضوعي موضوعي يعني أنا مره اتصلوا فيه قالوا لي فيه اشتباك بمطرح عشريت الحدودي ما يسمى بالشريت الحدودي طب ما سمعنا لأواص لقذائب حضرتكن قاعدين يعني كمان بجنوب يعني ما فيه الضغر يصلكم الخبر طبعا عودت نور السياحة طلعت أنا سألت ناس يعني بالمنطقة اللي طلعت يعني لم يصارش يقالي أول شي كيف بيعطين كذا كذا تبين انه فيه خزان مياه فاع ايه قريبتي كيه دغري ينزلوا خبر انه اشتباك على الخط الفاصل بين فلسطين المحتلة ولبنان طب عودتنا رجعنا صورنا ورجعنا بعطنا ورجعنا يعني قديش عغلونا يعني هون مية بالمية بياخد شغل زيادة على الإعلامة لا يسبت البجهة الآخر لا بدك انتي بدك انتسبتي في رأي عام ايه اذا اذا صحفي بتمتع بالمعايير المهنية والمصدقية اكيد ما في بده بدي يفتش بدي يكون دقيق بالخبر لما ينشو عدة مرات انا يصير عندي مشاكل دق لزينا الا زينا فيه كذا كذا شفي دي لالخبار تقول لي اه ما معي خبار منطرني خمزة دقيقة تعمل اتي الصلاة تقول لي محمود ما في منه هون انا ما بدي يزيع ما انا ايلي ما راجع ما انا بدي راجع راجع زينا راجع القيمين انه هذا الخبر بدنا نجيب المصدر بدنا نجيب المصدر الاساسي طبعا انا كلام زينا ايلي سيق فيه ليه لانه هي المكان اللي اعني فيه غير اللي اعني اعرفي المكان اللي اعني فيه اوسع اعرفي هي اوسع اذا حدث صاد بالمنطقة اللي انا فيه فاكيد بدو يصلك الخبر اعرفتي كيف هاي اوسع كذا تجي لزينا انه يا زينا شو صار كذا تقول لي لا ما يعني حتى مرة لفقوا لي تلفية انه انفجار بساحة بلدي اعرفتي فيه دقوا لي قالوا لي حان في انفجار انكم رايحة لو شرحها فانك عم يعوظوا بالله مصاركة بشي انا قاعد بل كيف تبين انه فيه شماعات ما بيهمة واحد اعلامي يكون ناضج يعني بيحاولوا انه يحطموه اعرفتي ولا لا بيحاولوا انه يحطموه ويش هقولوا صورته ايه فهارجي انا تماري هاي تقول ووسط المخابرات ووسط المشاعد وطلق البين يعني يعني قديش الاعلامي الصادق بيطعب بمهنته بلبنان خاصة يلي عن جد بيفتش على الصورة المزبوطة يعني بعرف من حضرتك استاذ محمود وحضرتك ست زينة انتو بتجيبوا الاخبار من المصدر الرئيسي الرئيسي طبعا الرئيسي وبيكل موضوعي بس احنا ما بنتكل عمواقع انتبهي انا ما بنتكل عمواقع ولا بنتكل عريسياري شفاهي انا بنتكل عالمصدر اكتر شي الاخبار بسأل عن مصدره اكيد يعني قلتلك انا انه قالوا بشريط الحدود ايه كذا ما عبطة لاني ما سمعت يعني بتي كيف عامت حملت حالي شفت لقيت انه خزان مفقوع وهذا عامل ضجة بس لكن العطب مش عالضجة العطب علي وضع عالضجة اكيد اكيد فمن هذا النطاق برمار جنيه او كده ومش حاجه يعني منتأمل فعلا انه نشهد هلأ الحال حالي بهالأحداث لانه عن جد الاعلامي او الصحافي عنده كتير تأثير على الشارع صبعا حساس الاعلامي حساس قد ما بدك حساس اي كلمي غلط راح لا بده يكون منتا بيه خصوصا بمناطق اللي فيها نزاعات النزاعات طبعا نحن عناكي على المناطق اللي فيها نزاعات اكيد يعني انا اليوم مثلا مثلا متل جوني ما فيها شي شوي بقول فيه ايه في لفة الخبرية كمان فيه اشخاص عشي هونيك فيه عالم عنده قريبين هونيك بيخافوا عليهم انا كتير كتير حتى اذا طلع الطيارة بالجو طبعا احنا لبنان مستباح لكل العالم برا وبحرا وجوا كله مستباح خصوصا اذا كان مجتمع متعدد التواقف يخلق فيه خصوصا لبنان عم بيشهد احداث صح غريبة وفريدة من النوع ووسائل الاعلام على الارض وعن بتغطي يعني كمان بيقولوا الكلمة بتحنن وكلمة بتجنن صح صح مهدا من المطروض فعهنات ماننا من الاعلاميين يعني انه ينقلوا الخبر بمصدقية بكل تجمع يعني تقرب افراد المجتمع بين بعضهم البعض مشان هيك عم نحكي اليوم عن اعلام السلام مع حضرتكن على امل انه فعلا كل اعلام يكون مسؤول بموقعه ويكون عنده سلطة لخير سكيت محضرتك تحت الهواء انا قلتلك كل انسان ينوضع بالمكان المناسب من كل شي من كل وظائف من كل وزراء من كل نواب من كل كله 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 مفروض هذا الرجل المناسب ينابوا من الرجل المكان المناسب ما بنا نحنا متل ما قلتلك وحدي خياطة عمالة مزيعة او عمالة مراسلة او عمالة محررة اعطي كل انسان حقه انا كاعلامي ووضعك بنفس اني اعلامي اذا ما كان الخبر له مصدقية وله شفافية وله واقعه مش مستعد زيهم ماني مستعدة خير دليل على يمكن هيدا فصحة الامل انه بعد عنا اعلاميين متل حضراتكم ممكن انه انجد نوصق باخباره نتمنى من الاجيال القادمة احسنتي هلا ان احنا مقابلتنا احنا الاجيال القادمة مش اللي لا اجيال القادمة نتمنى نكون قدوة ان شاء الله اكيد ما عند شك ابدا بمهنيتكن استاذ محمود وسيدة زينة على امل فعلا انه نحنا نتربى على هالاعلام السلام اعلام المحبة لانشور المحبة بكل المناطق اللي التانية طبعا استاذ محمود وسيدة زينة نحنا وقتنا خلص لاليوم على امل انه عن جد تكونوا هيكة فعلا هالقدوة بمجال الاعلام وتزيلولنا دايما مواقعنا وشاشاتنا بالاخبار الحلوة وان شاء الله دايما ما بقى منزيع اخبار مش عشالله ما هو اللي شجعنا نيجي لوهان لانه عم نحباركم شكرا كتير ونحنا مفتخر بوجوه شكرا كتير مشاهدينا لهون بتكون خلصة حلقتنا لليوم ملتقنا معكم بموعد جديد بكرا انترونا ما تنسوا تابعونا على فيسبوك بيج لايب يوتيوب تشانل ومريام تيفي لبانون والاعادة على ساعة ستة ونص من عشية انترونا دايما خلوا دايما الامل موجود بقلوبكم وبيفكركم ما تفقدوا الامل بلبنان الحلو بلبنان الجديد ونشوفكم بكرا على الارض موسيقى 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 موسيقى